اشتركوا في القناة حافظه الله وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حافظه الله وترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية بمشاركة سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بينما ترأس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود وزير الخارجية بمشاركة معالي السيد محمد الجدعان وزير المالية ومعالي الدكتور عصام بن سعيد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الشورى المجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وفي بداية الاجتماع القسمو الأمير فيصل بن فرحان السعود كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بوفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع منوها بما حققته اللجان المختصة من إنجازات وانبدالات من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لأعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني معربا عن تطلعه إلى نجاح أعمال المجلس وتحقيق أهدافه كما ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة عبر فيها عن الشكر لحفوة الاستقبال وكرم الضيافة والتحضيرات المتميزة التي تم إعدادها لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية مشيدا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين أثناء سعدت وزير الخارجي على الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود العربية والإسلامية في دعم قضية الشعب الفلسطيني ووقف الحرب في قطاع غزة ومساعيها الخيرة في استضافة القمم العربية مع التكتلات والتجمعات الدولية لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بحثت اللجنة في اجتماعها التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال المجلس ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع والمبادرات الجديدة التي سترفع لرئاسة المجلس لإقرارها ومستجدات أعمال المجلس ولجانه